في فيديو النهاردة هنشوف ازاي نعمل شنطة بحجم كبير وتكون بسوستة وكمان جيب امامي للتليفون هستخدم خط المكرامية القطن عشان تكون الشنطة خفيفة الخط ده سمكه 2.5 ملي وهشتغل بابرة 4 ملي نعمل عقدة بداية و28 سلسلة سلسلة اللي بداية اول سطر ومن السلسلة التانية نشتغل 28 غرزة حشو لغاية اخر سلسلة بنعمل سلسلة ونلف الشغل ونشتغل حشو في الحلقتين لغاية اخر غرزة في السطر ونرتفع لحد بناعمل 24 سطر بعد كده بنبدأ نعمل تناقص من الجنبين سلسلة وبعمل غرزة واحدة فوق اول غرزتين وكمل السطر وفوق اخر غرزتين في السطر اعمل غرزة واحدة كده السطر بقى من 26 غرزة اشتغل فوق السطر اللي عملت فيه تناقص سطر سبات من 26 غرزة وبعد سطر السبات اعمل تناقص في بداية ونهاية السطر وكرر بنفس الطريقة سطر اعمل فيه تناقص وبعده سطر سبات بنكون اشتغلنا 12 سطر لحد ما يكون عدد الغرز في اخر سطر 16 غرزة وعدد سطور القطع بالكامل 36 سطر بشتغل قطعة تانية بنفس الاعداد وعشان اعرف عدد سطور قطعة الجنبين مع قعدة بنحسب 36 زائد 28 زائد 36 وبنضيف للعدد 4 كزيادة للاركان فاشتغلت القطعة دي بعرض 19 غرزة وارتفاع 104 سطر كلها بغرزة حشو في الحلقتين وعشان اعمل الجيب بدأت القطعة بعرض 30 غرزة واشتغلت 21 سطر وعطعت الخيط وبشتغل السطر الـ 22 بس بتخطى اول غرزتين في السطر وببدأ من الغرزة الثالثة وبشتغل ستة وعشرين غرزة بس يعني بنسيب اخر غرزتين سلسلة ونشتغل السطر الـ 23 من 26 غرزة حشو وبعد كده بنخيط الزاويتين دول بالشكل ده علشان نعمل عمق للجيب علشان نعمل نعملن اشتركوا في القناة 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 ونمشي بالزبط على نفس الخط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من نفس المكان اللي انهيت فيه خياطة السستة نشبك الجيب بغرز سحب نعمل غرزة سحب عند كل سطر اشتركوا في القناة 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 نكمل بنفس الطريقة اشتركوا في القناة 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 وبخاية السوستة على كل حرف اشتركوا في القناة اخر خطوة هي اني بشتغل سطر بغرزة الحشو حوالين فتحة الشنطة بالكامل اشتركوا في القناة 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 اتمنى التصميم يكون عجبكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة